أن النخبة الجزائرية غيبت في سنوات الفارطة الأكيد أن النخبة الجزائرية غير حاضرة حتى لا نقول غيبت لأنه غيبت بمعنى أنه هناك قصدية وهنا قد نتهم جهات محددة لكن غير حاضرة أو غير مستغلة بالصورة التي يجب أو التي يجب أن تكون عليها في خدمة بلدها النخبة الجزائرية منذ الاستقلال الجامعة الجزائرية هناك جهود كبيرة مثلا لو أخذنا على سبيل المثال أن الجزائر غادات الاستقلال ليس هناك إلا 200 طبيب جزائري فقط فكونت الجزائر 80 ألف طبيب على الأقل في طيلة هذه السنوات أن يهاجر نسبة معتبرة من هؤلاء الأطباء ويقصدون مهاجر أخرى وحالة الصحة كما وردت في حديث الصحافة ما زالت تتردد أنها متعترة أنها لا تستجيب لمتطلبات طالبية العلاج في الجزائر فهذا دليل أو أحد مظاهر من تغييب هذه النخبة أو غياب هذه النخبة عدم استغلال هذه النخبة عدم حضور هذه النخبة في خدمة البلاد جميل لما نتحدث عن النخبة الجزائرية نتحدث عن النخبة المتواجدة بالخارج الأخرى يوم أمس وردنا أنه اليوم بعد دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في جزائر جديدة النخبة الجزائرية المتواجدة بالخارج رحبت بهذا القرار لكن لديها شروط هي الأخرى حتى تمارس مهامها والمخولة لها من طرف رئيس الجمهورية بطبيعة الحال من أجل النهوض بجزائر جديدة لكن هل تعتبر أنه بات من الوجوب ربما أن نسبق إن صح التعبير النخبة الموجودة في الجزائر والتي يمكن القول أنها نائمة اليوم وليس لها صدى لا الأكيد أنه أولا تعريف النخبة لأنه هناك ربما لبس يحدث عند تعريف النخبة النخبة لا نقصد بها حملة الشهادات بالمعنى التقليدي إنما المقصود بالنخبة هو استغلال العقول الذكية العقول التي يمكن أولا إحصاء أولا تبيين هذه جعل فرص لكي تبرز هذه العقول الكبيرة لأن العالم الآن يمشي كله وتحت شعار واحد اللي هو تنكر تنكرس أو ديتات بينفات كما يقال أو رؤوس بهيكلة صحيحة هذه الرؤوس هي رأس مال كل بلد الآن لم تعد الدول تعول على مخزونات ما تحت الأرض أو ما تأتي به من أمور أخرى إنما الذكاء في الموارد البشرية هو الذي يجعل البلد يتقدم أو يتأخر بالنسبة للنخبة الجزائرية هنا في الجزائر ليس لدينا مدونة ليس لدينا اكتشاف ليس لدينا مجرد نية ربما للتفتح على جعل هذه النخبة معروفة معروفة مواقعها ما تعمل ما هي مناشطها ما يمكن أن تقدم للبلد بصريح العبارة الجامعة في أغلب الدول العربية وفي الجزائر التي هي منها أنا سميتها مرة مشهد المقابر الحية للأسف هناك هذه الجامعات لا تختلف عن دور الحضانة للكبار في كثير من مشاهدها البائسة حيث أنها لم تنخرط في الاقتصاد لم تنخرط في حلحلة الأمور الاجتماعية لدينا أزمة أزمة إرهاب طرق المفروض أنها أحد مفردات البحث العلمي لدينا كثير من المشاكل التي كان يجب ويجب حتى لا نقول أن الحال فات ونجامي ترطار بورو بيانفير كما يقول المثل الفرنسي نستطيع أن نجعل هذه اللخبة تدخل ضمن المناشط التي تحل مشكلات البلد فالكون السؤال أصلا ربما طرح السؤال فيه مشكلة أتحدث أنت بصفتك دكتور في المجال خلينا تحدث أنه في هذه النقطة بالذات بما يخص البحوث العلمية في عديد البحوث هي حبست الأدراج اليوم ولم تعتمد عليها الحكومة ما مصيرها اليوم لأنه البحث العلمي في حال ذاته قد ضخ فيه الملايير المماليرة من الدنارات ولم نستنتج أو لم نخرج ببحث واحد فقط نعتمد عليه في حياتنا اليومية غياب الرؤية غياب الرؤية في البحث البحث العلمي ليس شأن شخصي ليس شأن إنسان عميد جامعة أو باحث أو هناك خريطة في كل العالم هناك خرائط محددة للبحث العلمي متطلبات الاقتصاد متطلبات أحوال المجتمع متطلبات السياسية متطلبات كل هذه عبارة على ورش تفتح ثم أنها تسقط أو تنزل إلى الباحثين ويدلون فيها باجتهاداتهم وفق المعايير البحثية العلمية الذي يحدث الآن أن أي طالب يختار ما يشاء ما يحب هناك مئات عنوين في الماستر تفتح أنا في الحقيقة أتعجب هناك عنوين كثيرة لا معنى لها في واقع البلد فالإشكال المطروح الآن هو وجود المادة الخام عبارة على هياك الجامعية عبارة على طلبة عبارة على أساتذة ووجود ما يمكن استثماره في هذا الإطار ولذلك كثير من الناس يقول هذا جزائري خرج إلى الخارج وأصبح اسم كبير المشكلة ليس في الجزائري الجزائري كما يقول هيكل العقل أعدى القسمة بين البشر عقل الجزائري لا يختلف عن عقل الأوروبي ولا عن عقل الأمريكي لكن وجود المحضن المشتل الذي ينهض فيه هذا العقل ويقدم أحسن ما عنده غير موجود أو أنه موجود بصورة مشوهة أو أنه لا يستجيب لتحديات لأن العقل إذا طرحت عليه تحديات معينة عن تقول للعقل الجزائري هنا عنده شباب رايعين يعني لو تطرع عليهم تقولهم مشكل اختناق المروري ومشكل حوادث المرور أنا أكاد أزعم أنه ممكن في ظرف سنتين يعطوك حلول ربما لا تخطر على بال أحد لكن هذا اللوع من التحقير للفضاء الجامعي للبحث العلمي في حل وإيجاد حلول للمشكلات نحن استنجدنا استنجدنا من سنتين بإسبانيين بالإسبان والمشروع لم يرنوا لحد نعم لحل مشكلة الطرقات لكن أنا أقول أنه عندنا من الباحثين سواء في الإعلام الآلي والرقمنة سواء في علم النفس سواء لأنه هناك الأمور القطاعية أو الانتر ديسبليناريتي أو البحوذ البينية هي التي يمكن أن تقدم حلول لكثير من المشكلات نتحدث اليوم كيف يمكن تفعيل النخبة الجزائرية سواء المقيمة هنا أو بالخارج حتى ننهر بجزائر جديدة النظر للجامعة على أنها رقم جاز لنا أن نصفها برقم يعني النظر إلى الجامعة على أنها موقع لحل المشكلات أن نكتفي بالنظر إلى مؤسسات التعليم وللجامعة تحديدا على أنها عبارة على روضات للكبار على أنها يعني أمور تخرج أجيال أو أنها تحجز أجيال لمدة ثلاثة أو أربع سنوات حتى لا يكونوا في الحياة العامة النظر إلى الجامعة على أنها يمكن أن تستجيب وأن تقدم هذا الشباب الرائع هذا الشباب الذي يدرس هذا الشباب الذي يمكن استغلاله في إيجاد حلول للبلد هذه هي الانطلاق الأولى أن نثق في أنفسنا ملود قاسم رحمة الله عليه كتب مقال سنة 52 ثيقوا في أنفسكم يا قوم يا صناع القرار في الجزائر يا لابد أن نثق في جامعاتنا أن نعيد لها الحياة ونحن في الجزائر الجديدة والرئيس تبون قال في أكثر من مناسبة أنه سيعطي أو سيولي اهتمام للجامعة وللباحثين في الجامعة نتأمل ونأمل أن تكون انطلاقة جديدة للجامعة الجزائرية على وفق الشروط الموجودة عالمياً نحن لا نعيد اختراع البارود كل الناس تعرف أن الجامعة أن تلقى إليها تحديات ثم أن هناك طرائق للبحث يصل تصل بها الجامعة إلى رفع هذه التحديات جميل خلينا نتحدث أيضاً دكتور فيما يخص النخبة الجزائرية المقيمة بالخارج هل يمكن القول أنه بات ووجوباً اليوم تفعيل هذه الأدمغة الموجودة في الخارج وعطئها هنا في الجزائر مسؤوليات حتى ربما يقومون بما هم أكفاء فيها يعني صح التعبير هذه المرة المئة ربما التي نتحدث فيها في الجزائر عن نخبتنا الموجودة في الخارج وهي تصنع أفراح وسعادة مجتمعات أخرى وهي تقدم لمجتمعات أخرى ما نحن في حاجة إليه ما ربما النتاج أبنائنا العالم ليس شركات خيرية العالم يلتقط منك المادة الخام والمادة الذكية المادة الرمادية ويصدر لك بعد ذلك المنتج نحن مع أبنائنا ومع أصدقائنا ومع أحبابنا في الخارج ونعرف منهم الكثير من زملائنا المقيمين في الخارج يعني لديهم نية لا غبار عليها هم جزائريون يحبون بلدهم ويتقول للرجوع إلى بلدهم أنا قلت هذه المرة المئة أو لست أدري كم التي نتحدث فيها عن هذه النخبة لكن التجارب السيئة التي عاشوها عاشها بعضهم على الأقل في السنوات الماضية أن يستقدم باحث كبير كان كل شغله أنه ينهض صباحا في الساعة الأولى فيذهب إلى مخبره أو إلى معمله أو إلى بحثه فإذا به يرمى في مكتب إداري بيروقراطي تتحكم فيه آليات يعني غبية حتى نقول الأمور به فلا بقية أنه يأخذ حقيبته ويعود أدراجه الباحث من طبيعته ليس بيروقراطيا الباحث يريد الأرض تتحرك من تحت أقدامه يريد أن يجد حلول لمشكلات حقيقية هذا هو كيف نجذب الباحثين ثم هناك شيء آخر أن هؤلاء الباحثون الذين خرجوا إلى الخارج خرجوا بإمكانياتهم ليسوا من بعث أغلبهم يعني لم يكونوا من بعثات وهؤلاء إذن يعني الجذب والإغراء ولا بد أن يكون حاضرا صحيح لأنهم الدول التي تحترم نفسها إن صح التعبير هي تغري هؤلاء الأدمغة من أجل البقاء في البلد في المهجر يعني صح التعبير خلينا نتحث اليوم هل الجمهورية الجزائرية وحسب تطلعاتك أنت وحسب نظرتك لهذه الجمهورية الجديدة مستعدة لاستقطاب هذه الأدمغة والاستفادة منها هذا ما يجب وهو واجب يعني إما أن يكون هذا أو التوفان كما قال خلد محمد خالد إما أن نستغل شبابنا ونستغل باحثينا في الخارج كما تعمل كل الأمم التي تريد أن تنهت وأن نكون قطب جذب لهؤلاء وأن نوطنهم في بلدهم وأن نعطيهم كل الشروط التي يمكن أن يساهموا في اقتصاد البلد وفي حلحلة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وكل المشكلات لأن مشكلتنا في النهاية هي مشكلة تنمية ما يحدث على الهامش هو يعني كلمة لنابليون بونابارت يقول أن الفارغين يجيدون الشغب الأمة الفارغة الأمة التي لا تنمية فيها هي التي يكثر فيها الشغب لو دخلنا في مشروع تنمية خفتت كثير من الأصوات السياسوية والأصوات المزايدات فنحن في حاجة إلى تنمية وإذا أردنا التنمية هناك أدمغة موجودة في مهاجر كثيرة في أمريكا في فرنسا في بريطانيا في كثير وأستراليا القائم لا أذكر ربما بهذه المناسبة وصبحه الله بخير البوغتايا الذي يشرف على في أستراليا هو رئيس الحكومة الإلكترونية في أستراليا لست أدري إن كان مازال في موقعه أو لا فكثير من شبابنا الذكي وباحثينا العظماء يعني يصنعون سعادة مجتمعات أخرى لماذا لا يعودون لماذا لا نستقطبهم إلى بلدهم ونعطيهم الإمكانات هم لا يحتاجون إلى رواتب عالية بل يحتاجون إلى ظروف عمل حقية حسنة طيب خلينا نتحثوا في نقطة مهمة ذكرت على سبيل المثال بوغتايا الذي يصنع أفراح الجزائريين في بلد آخر خلينا نتحثوا بالنسبة لهذه في مدى في الدستور تمنع من مزدوجية الجنسية من تقلد مناصب سامية هل أنت مع حذف هذه المدى من الدستور حتى نستفيد ربما بطريقة أو بأخرى من هذه الأدمغة وإعطاء خبراتها هنا في الجزائر في تحكم بقطاعات مختلفة الباحث يا أخي بلال ليس في حاجة إلى مناصب سامية منصب وزير أو منصب مدير عام أو منصب هو أرقى من كل هذا الباحث هل يستوي الذين يعلمون أو الذين لا يعلمون الباحث يريد أن يصنع أفراح بلده لا بخاتم ويمضاء يريد أن يصنع يعني أن يبقى قضية الجنسية وازدواجية الجنسية هناك بعض المناسب ربما فيها تحفظ لكن منصب تنفيذي بسيط منصب مدير بحث أو منصب باحث أو منصب مشرف على البحث هذه من الترهات أن تعتبر من المناسب الاستراتيجية هذه مناسب تنفيذية يمكن أن تسند الأجانب حتى إذا محمد علي باشا في تجربته أتى بكلود بيت بيك من فرنسا ليقوم على مدرسة القصر العيني في الطب يعني التجارب كثيرة في القديم والحديث أن نستفيد الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها ونحن نجد هذه الحكمة عند أبنائنا سوف إذا استقدمنا 18 ألف طبيب في باريس ونرواحيها يعني لا نستقدمهم ربما نهائيا نستعين بخبرتهم في الجراحة في تكوين مثلا يعني التقيت في الأيام القليلة الماضية هنا في الجزائر بطبيب في الأشعة شاب شاب يعني جميل جدا ورائع جدا هذا الشاب يحدثني عن الجراحة بالأشعة يعني هو مختص في الأشعة في الراديولوجي فيحدثني عن التدخلات في الراديولوجي فونكسيونال يعني علم الأشعة الوظيفي وكيف تجرى عمليات كبيرة في باريس ولماذا لا نستفيد من هؤلاء وأمثالهم ونجد هذا طبيب أنه تكون في الجزائر مثلا نعم هو التكون يعني الجامعة الجزائرية أنا دائما نقول لهم أنها تعطي مواد نصف مصنعة بمعنى نصف مصنعة أنه من ناحية العلمية لا تختلف كثيرا لكن لما يدخل في جو البحث وجو الأجواء المحرضة على البحث والمشجعة على البحث فهو يصنع نهائيا وببلاش جميل اليوم الجزائر بجمهوريتها الجديدة مطالبة بتنازلات كبيرة من أجل استقطاب هذه الأدميرا خاصة ونحن نسعى إلى تطوير هذا البلد نحن أنت ربما نسميها تنازلات نسميها ملاءمات أحسن لأن أبناءنا سيعدون إلينا هذا الحمام الزاجل الحمام الذي فقدناه في أوقات عصيبة أوقات لا يمكن أن نسميها بمسمى لابد أن نستقطب هذا الحمام الذي سيصنع أفراحنا إن شاء الله العالم لا يقوم إلا على الأدمغة الذكية على الأدمغة المشكلة تشكيل علمي ومرتبة ترتيب دعنا من التنافس على هذه المناصب وعلى هذه الأمور التي لا معنى لها في بواجهة أخطار حقيقية نحن نعيشها أن يكون الحليب ناقص في بلد يعني كالجزائر وأن تستورد الجزائر ربما بملايير الدولارات حتى أنه مرة قرأت في ونحن في حديث الصحافة بمعنى النزيف الأبيض للاقتصاد الجزائري عن طريق الحليب فهناك الكثير من الأفكار التي لا يمكن أن يصنعها بيروقراطي إداري وليكن وزيرا وليكن مدير عام وليكن ما يكون لا يمكن أن يصنع هذه الأمور لوحده لا بد من عقول ذكية عقول مرتبة عقول عالمة هي التي يمكن أن تصنع الفارق هي التي يمكن أن تنقلنا من يومنا إلى غد أفضل إلى غد تكون في حال الجزائر كما نريدها وكما يستحقها هذا البلد الذي هو بحجم قارة وبموارد كبيرة دكتور ماذا ليخيل لي أو يخيل أيضا حتى للشعب الجزائري أن الجزائر لا تريد الاستثمار في أبنائها للأسف هناك جوانب خبيثة يعرفها كل الناس الذين ينظرون إلى الجزائر من بعد وينظرون إلى هذه الموارد البشرية الرائعة وهم يستنزفونها يعني الجامعة الجزائرية تكون ربما طبيب في حدود نصف مليار سنتيم على الأقل فهذا النصف مليار سنتيم يضيق عليه هنا وهناك ولا يجد كيف يتمدد وكيف يبحث يتخذ له مهجرا في ظرف سنتين أو ثلاثة يستغل هذا الذكاء ويصنع أفراح آخرين يعني هؤلاء الآخرون الذين ينظرون إلى هذه الموارد ويأخذونها بدون ثمن لهم وكلاءهم لهم عملاءهم لهم من يضيق على الباحثين في الجزائر يريد كسر الجامعة الجزائرية ويجعل منها بدل أن تكون جاذبة أن تكون منفرة وترمي بأبنائها إلى فضاءات أخرى نتمنى الخير لهذا البلد دكتور جزيل الشكر كنت معي ضيفا في هذه الصبيحة المباركة في هذا النقاش الشيق حول استقطاب الأدمغة الجزائرية وأيضا الجلية الجزائرية المقيمة في الخارج للحديث عن إدماج النخبة في الجمهورية الجديدة والجزائر الجديدة شكرا جزيلا لكم أتبعينا الكرام أصلوا إياكم لإختام هذا العدد من برنامج حديث الصحافة إلى اللقاء